الرئيس السيسي يؤكد أن إسهام الشركات العالمية بمجالات الغاز والبترول يعزز جهود تحول مصر لمركز إقليمي لإنتاج وتدول الطاقة شكري يؤكد دعم مصر لدور الأمم المتحدة في اليمن وجهودها لترسيخ مسار التهدئة وإتمام الحل السياسي الرئيس الفرنسي يؤكد أن سفير بلاده في نيامي لن يعود إلى باريس رغم تهديدات المجموعة العسكرية في النيجر التاسع مساء بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جهج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري أهلا بكم أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره لحجم وأنشطة واستثمارات شركة بريتش بيتروليوم البريطانية المتنانية في مصر جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي للشركة بيرنرد لوني وخلال لقاء آخر مع مستشاري رئيس الجمهورية لشؤون المالية ورئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين والمدير التنفيذي للصندوق وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من صندوق تكريم الشهداء والمصابين استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد بيرنرد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بيتروليوم بي بي وذلك بحضور المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية والسيد نادر زكي الرئيس الإقليمي للشركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس أعرب عن التقدير لحجم أنشطة واستثمارات الشركة البريطانية المتنامية في مصر بما لها من إسهام في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية ويعزز جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتدول الطاقة مؤكدا الأهمية التي توليها الدولة لمشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص في مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة ومن ثم تطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية العالمية وبما يشمل مجال خفض الانبعاثات وتحول الطاقة بالإضافة إلى إنتاج الهايدروجين الأخضر سعيا لزيادة الاستكشافات والإنتاج وتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة من جانبه أعرب رئيس شركة بي بي عن اعتزازه وتقديره لمقابلة السيد الرئيس مؤكدا محورية الشركة الاستراتيجية بين النصر والشركة التي امتدت على مدار ستين عاما وأشهد السيد بيرنرد لوني بما حققتهم مصر تحت قيادة السيد الرئيس على صعيد التنمية خاصة في مجال البنية التحتية بما ينعكس إيجابا على مختلف مسارات الاستثمارات وخاصة في الطاقة والطاقة المتجددة بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمي الجارية في شرق المتوسط لنقل وإسالة الغاز وكذلك للربط الكهربائي وعرض رئيس شركة بي بي كذلك خطط الشركة الاستثمارية مع شركائها في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية موضحا أنها تبلغ ثلاثة ونصف مليار دولار كما نوها إلى الجهود الجارية بالتعاون مع وزارة البترول لدعم بناء قدرات الكوادر البشرية العاملة في مجال الطاقة في مصر بالإضافة إلى حرص الشركة على الاطلاع بدورها على صعيد المسئولية المجتمعية من خلال تقديم منح للشباب المصريين للدراسة في كبرى الجامعة البريطانية كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق الاجتماع تناول استعراض التقرير السنوي لأنشطة الصندوق والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين من شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية بالتنصيق مع الجهات المعنية في الدولة فضلا عن المبادرات المقترح توجيهها خلال الفترة المقبلة لصالح المستفيدين من الصندوق وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق كما صدق سيادته على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في الخامس والعشرين من يناير الف وتسعمائة واثنين وخمسين إلى المستفيدين من الصندوق وصدق السيد الرئيس أيضا على ضم الشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف إلى الصندوق وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال الاجتماع أن الشعب المصري يكن احتراما عظيما وتقديرا خاصا لجميع أبنائه من الشهداء والمصابين في العمليات الحربية أو الإرهابية الذين دفعوا ثمنا غاليا كي يحيي الشعب المصري في سلام وأمن وازدهار طالب تحالف الأحزاب المصرية المكون من أربعين حزبا الرئيس عبد الفتاح السيسي بخوض انتخابات الرئاسة الفين أربع وعشرين جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه تحالف الأحزاب المصرية شارك فيه ممثل قيادات وأعضاء أربعين حزبا سياسيا والأعضاء بالتحالف بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والعامة استعرض المؤتمر الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال العشر سنوات الماضية على الرغم من التحديات وظروف الصعبة التي تعرضت لها الدولة المصرية حتى نجحت نصر تحت قيادة الرئيس السيسي في تحقيق الأمن والاستقرار والنهضة الحديثة سياسيا واقتصاديا واقتماعيا والعبور بالدولة المصرية إلى بر الأمان والارتقاء بأداء كافة قطاعات الدولة التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة شهد اللقاء استعرض جهود هيئة الأبنية التعليمية في متابعة تنفيذ خطة صيانة المباني المدرسية وجهزية المدارس استعدادة للعام الدراسي الجديد 2023-2024 وذلك لتحقيق أعلى معادلات الأمن وسلامة لطلاب المدارس وكافة العملي من المؤسسات التعليمية فضلا عن التوجه بضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة لكل المباني التعليمية على مستوى الجمهورية واستعراض أليات الاستمرار في التعاون مع القطاع الخاص في تقديم المحتوى التعليمي على المنصات التعليمية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها المختلفة تحرص الحكومة المصرية على المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الأساسية والتأكد من وجود رصيد مطمئن منها وكذا العمل على مواصلة ضخ هذه السلع في الأسعاق بأسعار مناسبة جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى توافر مخزون من القمح يكفي لأكثر من أربعة أشهر ونصف الشهر ومن زيت الطعام لنحو ستة أشهر والسكر حتى شهر فبراير المقبل أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتعمل على توفير التمويلات المطلوبة لاستكمال مراحل المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر لتحقيق مستهدفاته في توسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي أوضح رئيس الوزراء أن مستهدفات جهود التنمية الزراعية تتضمن التوسع في مساحات الأراضي المستصلحة إلى جانب تحسين إنتاجية الفدان من الحاصلة الزراعية وتطوير نظم الري الحقلي وأساليب الصرف الزراعية جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف مشروعات مستقبل مصر والدلتة الجديدة التي تستهدف استصلاح وزراعة نحو مليوني فدان تضاف إلى الرقعة الزراعية المصرية يعد مشروع توشكا المشروع الأهم ضمن مشروعات مصر الزراعية القومية بما يضيفه للاقتصاد من منتجات زراعية واستراتيجية وازداد حجم الاستصلاح بمشروع توشكا بمعدل 150 ألف فدان حيث يستهدف الوصول لأربعة ملايين فدان توفر العديد من المحاصيل الزراعية ها هو يحصد ثمار تعبه خمس سنوات مرت كان فيهم ناصر صاحب الواحد والثلاثين عاما شاهدا على تحول هذه الأرض من صحراء جرداء إلى مشروع هو الأهم ضمن مشروعات الدولة الزراعية القومية عشت يعني خدت اللي تاعة 8 سنين في مصر شغال وكده بقيت أروح وأجي بس الشغلان هذه جاتني في 2019 ونزلت فيها والحياة يعني بقت تمشي معنا تمام هنا زي ما كانت الأرض صعبة كانت الحياة صعبة وكلما الأرض بتبقى فيها خير تبقى الحياة أسهل وشوية والدنيا بتبقى معنا تمام الفرق بين دلوقتي وبين أول زيارة لسيادة الرئيس هنا كانت النخلة دي عبارة عن ثلاث وراجات من دولة شوف الفرق يعني كانت ثلاث وراجات من دولة دلوقتي ما شاء الله النخلة دي أول أو تاني تاني طرح لي فقد أصبح مشروع تشكى بالنسبة لناصر وزملائه مصدر أمن غذائي وفرصة عمل لا تأخذهم بعيدا عن أحضان أهلهم وبلدهم شغالين بنجمع البلح وبنفرز فرز أول بعد كده البلح ده بيخش على فرز تاني بقى في المخازن أنا ببلدي شغال الأول كنت بسفر 17 ساعة و20 ساعة لكن هنا بلدي دي أربع ساعات بكون هنا وفي شغلي ما توقعناش النتيجة جيب الانتاج دي كله ده كل النخل والطرح جانا بدري والتلقاح بدري والموسم ما شاء الله يعني والأرض دي أرض خير والحمد لله مشروع تشكى عاد إلى النور بما يقرب من 500 ألف فدان من المنتجات الزراعية مثل التمور المصرية والعربية التي يصل عدد أصنافها إلى أربعين صنفا مختلف بالإضافة للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح وقسب السكر فضلا عن عدد كبير من الفواكه والموالح والبطيخ والعنب والليمون والمانجو المستورد كالشيري والأستن والكينت الأصناف دي بتمتاز أن هي عندنا في أرض توشكة بتيجي في معاد مبكر فمنسبة لنا التصويق بتاعها بيكون أحسن إن شاء الله يتعالى متوقعين أن احنا في السنين اللي جاية هنزيد من المساحة المزروعة دي سواء في النخل أو دخل الصوب الانتاج المتوقعة للفدان الواحد ما بتقلش عن 6 إلى 8 طن بمواصفات صمرة ممتازة للتصدير أو للتصويق المحل ليه خمس سنين فندم شغال هنا فاللمون دي شغال فيه اللي هو 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 الشجر على الشجر في الأرض وبحطه في برانيك وبعود يجوه على المفرش وبأكد بيع اللي هو مجفف ولا يكتمل العمل بدون رقابة صحية زراعية بالإضافة لاستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والرقمية للرعاية للخروج بأفضل النتائج ولضمان الاستغلال الأمثل للموارد يكون أحد الباحثين بزيارة ميدانية كل شهر للتعرف على حالة المزرعة وإعطاء التوصيات اللازمة كل حسب تخصصه تحت توجهات السيد الرئيسي نحن نحول كل المنظومات الورقية لمنظومات إلكترونية تحول رقمي أنا كل اللي كنت بسجله زمان في دفاتر دفتر يضيع يتقطع يحصل يقع علموية أي حاجة نحن دلوقتي نحن في مزرعة ممكن الورقة تضيع تتقطع إنما دلوقتي كل البيانات اللي أنا محتاجها موجودة معايا هنا على الابليكيشن بتاع المزرعة أنا دلوقتي أي عملية تمت طبعا بسجلها على السيستيم طبعا كله بيتعرف هنا على الQR كود اللي أنا معايا الQR كود زي الري تسميد رش لقدر الله حصل أي أمراض ولم يكن مشروع تشكى ليقوم من جديد لو لا سواعد مصريين عزموا على شق الصخر وحفر الأرض ليخرج لنا من وسط الصحراء شريان جديد للحياة مياه تجري وتسير داخل ترع جديدة مبطنة بفعل محطات للكهرباء والمياه وطلمباط للرفع والضخ هذا المشروع هو المرحلة الثالثة من مشروع تنمية جنوب الوادي احنا دي المرحلة الثالثة بتهدف الاستصلاح مئة ألف فدان احنا قائمين بأعمال البنية التحتية وتوصيل المياه لهذه المئة ألف فدان دي تالت مرحلة فيها قمنا قبل كده بتسليم مئتين ألف فدان سنة اللي فاتت سنة لقبلها وهم مزرعين فعلا وأصعب مشكلة بتقابلنا هنا اتحادات اللوجستية كنقل وخمات فاحنا الحمد لله قدرنا نتغلب على الموضوع ده بان احنا ننشئ محطات خرصانة موجودة في الموقع ومصنع طوب المصنع اللي بيصنع موسير موجود في الموقع وطبعا برضو بالنسبة للعمالة او المنبور اللي موجود في الموقع المنطقة طبعا المنطقة نائية وما فيش فاجتدينا كتوجه شركة ان احنا نجيب عمالة من سرعيد او من اسوان مدينة ابو سنبل المناطق المجاورة للمشروع وتأتي مشروعات التنمية الزراعية في اطار استراتيجية الدولة للتوسع الافقي وازدادت نسبة الاصلاح بمشروع تشكا بمعدل 150 الف فدان سنويا حيث تستهدف الوصول لاربعة ملايين فدان من المحاصيل الزراعية والاساسية من الحبوب كالقمح والذرة وزيادة حجم الرقعة المزروعة الى 25% على مستوى الجمهورية بما يترتب عليها من اثار اقتصادية وديمغرافية واكتماعية مجهودات احياء مشروع تشكا عن طريق الاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها يعد واحدا من المشروعات الهامة في استصلاح الاراضي الصحراوية وزراعاتها والذي يأتي ضمن خطة الدولة لسد الاحتياجات وتوفير الاستيراد وفتح افاق تصديرية جديدة كاريم بيبرس التلفزيون المصري نظمت وزارة الدخلية دورة تدريبية في مجال فحص جوازات الصفر وكشف التزوير لطلبة كلية الشرطة بمقار اكاديمية الشرطة اشهد الخبراء الاجانب بقدرات طالبات كلية الشرطة واستعاب برامج الدورة التدريبية التي ستعكس مستقبلا تعزيز قدراتهن في هذا المجال الحيوي الارتقاء بقدرات العنصر البشري في منظومة العمل الامني احد اهم ركائز الاستراتيجية الامنية والتي تعتمد على تنفيذ برامج تدريبية متطورة بتنصيق مع المنظمات الدولية والدول الصديقة من هذا المنطلق نظمت وزارة الداخلية بمقر اكاديمية الشرطة وبتنصيق مع الجانب الامريكي دورة تدريبية في مجال فحص جوازات الصفر وكشف التزوير لطالبات كلية الشرطة لضمان حصولهن على اكبر استفادة ممكنة في هذا المجال شهدت الدورة التدريبية محاضرات نظرية وتطبيقات عملية تضمنت فحص وكشف عمليات تزوير وسائق الصفر والمستندات والتمييز بين الوثائق الرسمية والمزورة في اطار خطة اكاديمية الشرطة التعليمية لمواكبة الوسائل التكنولوجية لمكافحة عمليات التزوير وقد أشهد الخبراء الأجانب بقدرات طالبات كلية الشرطة على استعاب برامج الدورة التدريبية والتي ستنعكس مستقبلا على تعزيز قدراتهن على العمل في هذا المجال الحيوي الذي يعتمد على التطور التكنولوجي وضرورة مواكبة هذا التطور لمكافحة هذه الجرائم غير التقليدية نعتقد أن هذه التطورة ستستطيع الوثائق بين الوثائق الرئيسيين بين الولايات التكنولوجية وإيجاب ونعطي للتعزيز قدرات طالبات كلية الشرطة وتأهيلهن للعمل الميداني بصورة احترافية خاصة في مجال مكافحة جرائم تزوير وثائق الصفر والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال انتهت فعليات الاجتماع الوزري الثلاثي الذي استضافته القاهرة على مدار يومين بشأن مفاوضات سد النهضة بمشاركة وفود للتفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا وأوضحت وزارة الموارد المائية والرأي أن جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي مؤكدة على أن مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الذي يراعي المصالح والثوابط المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به ويحقق المنفعة للدول الثلاث وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع من حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع بما ينعكس إيجابا على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة أكد وزير الخارجية سمح شكري على التزام مصر بدعم دور الأمم المتحدة في اليمن وما يتم بذله من جهود تستادف ترسيخ مسار التهدئة ودعم إتمام الحل السياسي جاء ذلك خلال صغبال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وذلك للتباحث بشأن المستجدات الخاصة بالأزمة اليمنية من جانبه حرس المبعوث الأممي على إطلاع وزير الخارجية على نتائج الاتصالات التي يقوم بها مع مختلف الأطراف اليمنية والإقليمية كما أعرب عن تقديره للصدافة مصر لأعداد كبيرة من الأشقاء اليمنين وكذلك الدور الهام الذي اطلعت به مصر في تيسير عملية تفريغ خزان صافر النفطي أطلق الهلال الأحمر المصري قافلة إغاثية بمبادرة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والهلال الأحمر الكويتي في إطار مساندة الشعب السوداني وتقديم جميع المساعدات الإنسانية التي يحتاجها تضمنت القافلة الإغاثية تعبئة وتغليف عدد من السلات الغذائية إلى جانب تجهيز مستلزمات وأدوية طبية موجهة لأكثر الفئات المتضررة من تدعيات الأزمة السودانية وذلك من أجل تحقيق مبدأ التكافل ورفع المعاناة عن كاهل الأشقاء السودانيين كل هذا تم بتوجيه من معالي الأمين العام الجامعة الدول العربية أستاذ أحمد أولغيض بدعم الشعب السوداني بكافة أشكال الدعم الممكن يقدم ونحن نشعر أن هذا الدعم هو رسالة بسيطة من قبل الدول العربية من قبل المجالس الوزارية بدعم الشعب السوداني ونحن نتمنى إن شاء الله قريبا حتى يخرج الشعب السوداني من أزمته سيستمر أيضا الهلال الأحمر المصري بتقديم أوجه الدعم من قبل ليس فقط الجهات المصرية إنما أيضا من قبل هيئات العديدة العربية والدولية جمعية الأحمر المصري منذ اندلاع الأحداث وهي موجودة على الحدود المصرية السودانية لتقديم يد الغوث وتقديم الخدمات الصحية الإنسانية لجميع العابرين ده جزء من جسر المساعدات ما بين جمهورية مصر العربية والسودان من خلال جمعية الأحمر المصري التي تتعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي ومن ضمن التنسيقات طبعا وجود مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب اللي هو رصد مجموعة من المساعدات جمعية الأحمر المصري حتى تقوم بتسلمها لنظرها جمعية الأحمر السوداني بتشمل على المواد الأساسية والاحتياجات اللي احنا رصدناها من خلال التنسيق مع الطرف الآخر المستهلكات والمستلزمات الطبية أدوات الحماية الشخصية وأدوات الإعاشة اللي هم طلبوها أكد رئيس مجلس السيادة السودانية عبدالفتاح البرهان بعد وصوله إلى قاعدة فلامينجو البحرية العسكرية بولاية البحر الأحمر أكد أن الجيش مستمر في القتال نافيا الاتفاق مع قوات الدعم السريع كما استبعد البرهان إجراء أية مفاوضات مع قوات الدعم السريع مشيرا إلى أن الدولة تكرس كل جهدها ووقتها للخروج من المحنة الراهنة وكان بيان للجيش السوداني قد ذكر في وقت سابق أن قائده يوصل جولاته التفاقضية لبعض المناطق العسكرية داخل وخارج منطقة العاصمة المركزية نحن كلنا ووقتنا كله الآن مكرشين للحل مكرشين للإنهاء هذا التمر نحن مكرشين كل جهدنا أنه ننتهي من هذه المحنة ونخرج منها كلنا أغياء صامدين أغياء مرفوعين الراس أنا عندك كلام بسيط دار الرسل للناس نحن طبعا واكفين بينقاتل كجيش وكسودان برانا ما معانا أي ضهير ونحن نعتز بالكلام هذا نحن بينقاتل برانا كجيش وينقاتل برانا كسودانيين نحن نعتمدين على رقبتنا ونعتمد على رقبتنا وعلى الله ما عندنا نزول ثاني قال الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون أن السفيرة الفرنسية لدى النيجر سيظل هناك رغم الضغوط من المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في الأونة الأخيرة كما أشار مكرون إلى أن بلاده ستعمل على مضاعفة موازنة الجيش في ظل التحديات العالمية كنا نزيد من قدراتنا العسكرية لطالما كان الجيش الفرنسي قويا ولكن من خلال قوانين البرمج العسكرية الجديدة التي تعتمد على تمارين استجدجية قوية وفعالة وبعد اعتماد هذه القوانين الجديدة سنتمكن من مضاعفة الميزانية الجيوش وهذا أمر مهم جدا لسيما في عصرنا هذا ونحن نعلم على مضاعفة هذه الميزانية فيما نحن نترك ما هي التحديات الجديدة والعقبات التي نواجهها بالإضافة إلى المرور بأمن الفضاء والأمن السيبراني والأمن البحر بالإضافة إلى الحيوزات الجديدة للنزاعات من حول العالم ولكن نعمل أيضا على تعزيز مكامة القوى لجيوشنا من خلال حصولها على نوع من الاستقلالية في إدارتها فضلا عن جعل الجيش الفرنسي الجيش الأكثر فعال في أوروبا وهذا هو هدفنا الأسمى وأنا أحيي الالتزام كل جنودنا بالإضافة إلى التعامل والترابط بين الديبلوماسيين والعسكريين في هذا الصدد من جانبه أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه الكامل لسفير الفرنسي في النيجر الذي لا يزال في نيامي رغم قضاء المهلة التي حددتها له المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة وأكد الاتحاد الأوروبي أن قرار المجموعة العسكرية بترد سفير فرنسا هو استفزاز جديد لا يمكنه على الإطلاق المساعدة في التوصل إلى حل ديبلوماسي للأزمة الراهنة مؤكدا أنه لا يعترف ولن يعترف بالسلطات التي استولت على الحكم بالقوة التاسع ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها المهجر تدع أوكرانيا لدخول في فنخوضات مع روسيا لحل الأزمة وكيافة تحذر من أن أوروبا لن تكون آمنة حتى تصبح جزءا من حلف شمال الأطلسية في الأزمة الروسية الأوكرانية دعت رئيسة المجر كاتالينا نوفاك رئيس الأوكراني فلادمير زلنسكي للدخول في مفاوضات مع روسيا مؤكدا في الوقت نفسه إن أدام الحلول العسكرية للأزمة الأوكرانية وقالت رئيسة المجر إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة منذ عام ونصف العام مضيفة أنه هناك حاجة لعقد مفاوضات سلام بين الجانبين الروسي والأوكراني ومشيرة إلى أنها أبلغت زلنسكي خلال اجتماعهما في كييف عن نية المجر الانضمامة إلى المفاوضات المتعلقة بصيغة السلام الأوكرانية قال وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبة إن أوروبا لن تكون آمنة حتى تصبح أوكرانيا جزءا من حلف الشمال الأطلنطي أضف كوليبة أنه ينبغي تعزيز المساعدات العسكرية التي يتم منحها إلى أوكرانيا وليس بتقليسها مشيرا إلى أن وقف إمداد الأسلحة لن يوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لأن الطريقة نحو سلام عادل ودائم هو من خلال الانتصار في الصراع على حد قوله إلى ذلك قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان أنه سيزور منتجع سوتي الروسي على البحر الأسود قريبا وأشار المتحدث باسم الحزب إلى أنه قد تكون هناك تطورات بشأن الاتفاق الذي كان يسمح بتصدير الحبوب بحرا مؤكدا أن الزيارة تأتي لتجنب أن يواجه العالم أزمة غذائية غير أنه لم يحدد ما إذا كان أردوغان سيكتمع مع الرئيس الروسي بلاديمير بوتين وأعلن الكريملين أن هناك تفاهما على أن يجمع بوتين وأردوغان لقاء قريب هذا وكان اتفاق الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا قد انتهى بعد انسحاب موسكو الشهر الماضي وتحاول أنقرة إقناع روسيا بالعودة إلى الاتفاق من جانبه قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين أن احتمالات إحياء اتفاق الحبوب تعتمد على وفاء الغرب بتعهداته لموسكو فيما يخص صادرات الحبوب والأسمنة الروسية أضف بيسكوف أن عبور سفينة ثانية من أوكرانيا عبر ممر مؤقت بالبحر الأسود ليس له علاقة بأفاق تتعلق بإبرام اتفاق حبوب جديد يشمل روسيا وتعترض موسكو على تمديد الاتفاق نظرا لعدم تنفيذ البنود المتعلقة بروسيا في هذا الاتفاق أجرى الرئيس الروسي بلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندية نارندرا مودي أوضح الكريملون أن بوتين ومودي ناقش نتائج قمة بريكس مشددين على أهمية توسيع المنظمة كما بحث الجانبان التعاون في مجالات الطاقة وإنشاء البنى التحتية للنقل وأكد مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مجال الفضاء كذلك تبادل بوتين ومودي وجهات النظر بشأن قمة مجموعة العشرين المرتقبة في نيودالهي من جهتها أعلنت الحكومة الهندية أن الرئيس الروسي أكد خلال المباحثات الهاتفية أنه لن يحضر قمة مجموعة العشرين وأن وزير الخارجية هو من سيمثله في اجتماعات القمة قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الاستعداد للسماح بضم أعضاء جدود بحلول عام 2030 وخلال كلمتها أمام منتدى بليد الاستراتيجي في سلوفينيا لفت ميشيل إلى أنه يستعد لقبول أعضاء جدود من أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان للانضمام للاتحاد مشيرا إلى أن نافذة الفرص مفتوحة ومن المتوقع أن يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي أول مناقشة بهذا الخصوص بمدينة غرناطا الإسبانية في بداية أكتوبر القادم تنطلق غدا الثلاثاء في سنغافورة فعليات المؤتمر الوزاري رفيع المستوى الرابع بين سنغافورة وإفريقيا جنوب الصحراء في خطوة تستهدف دفع العلاقات الثنائية نحو أفاق أرحب في قطاعات التصنيع والاستدامة وذكر بيان صادر عن حكومة سنغافورة أن المؤتمر الوزاري ينعقد بالتزامن مع منتدى الأعمال التجاري السادس بين إفريقيا وسنغافورة وذلك خلال الفترة من التاسع والعشرين إلى الحادي والثلاثين من أغسطس كما أشارت حكومة سنغافورة إلى أن المؤتمر الوزاري سيركز على الرقمنة والتصنيع والاستدامة كمجالات محورية للتعاون بين الجانبين نفى المركز الآلمي لمجلس الوزراء سحة ما تردد من شائعات حول إصدار قرار بهدم مئذنة قصن الأسرية خلال الأيام القادمة وتوصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة والأسر التي نفت تلك الأنباء مشيرة إلى تنفيذ أعمال تنميم وصيانة للمئذنة نظرا لوجود شروق رأسية وأفقية بها مما يؤثر على توازنها إنشائيا وفقا للتقارير الهندسية نظم منتدى شباب العالم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونساف ورشة عمل لمناقشة مبادرتين التعلم من أجل الكسب ومسارات التطوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الورشة تستهدف مواجهة التحديات الكبيرة وتعزيز إمكانية 28 مليون شاب مصري بالإضافة لاكتشاف طرق تعزيز العمل التطوعي في القطاعين العام والخاص تنفيذا لحزمة المبادرات والبرامج التنموية التي أعلنت عنها إدارة منتدى شباب العالم في النسخة الخامسة جاءت هذه الورشة لمناقشة مبادرتين التعلم من أجل الكسب ومسارات التطوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بالتعاون مع منظمة اليونسيف بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب أعتقد أن هذه الورشة كانت مهمة للغاية للعاملين بالمكاتب الحكومية ورواد الأعمال ومنظمات العمل التطوعي أيضا ليبدأوا العمل معا أعتقد أنه من أهم النقاط تحقيق الوصول إلى جميع الجمهور المستهدف من هذه الورشة في المحافظات والقرى ممكن المبادرة دي من أهم المبادرات لأنها بتركز بشكل فعال على تفعيل أو تنمية المهارات الخاصة بالشباب من سن صغير المبادرة تحت عنوان التعلم من أجل الكسب وهي طبعا فيه سبونسرز أو فيه داعمين المبادرة دي أهم داعم هو منظمة اليونسيف اللي بتهتم بتنمية المهارات الخاصة بالشباب من سن صغيرة هدف المبادرة أنها تناقش إيه هي التحديات وزي نطلع بحلول نقدر ننفذها على أرض الواقع مبادرة العمل والتطوع تهدفان للوصول لأكبر عدد من الشباب لمساعدتهم في الحصول على فرص عمل بشكل أفضل وأسرع والتغلب على العوائق الخاصة بسوق العمل بالإضافة لفتح مناقشات بين القطاع الخاص والعام ومنظمات المجتمع المدني لفتح نافذة كبيرة للمتطوعين مبادرة التطوع هي واحدة من المبادرات اللي تم اطلقها تحت ويرد ويث كورم وهي الهدف منها أن نركز على أهمية التطوع ونفتح فرص التطوعية لأي شاب أو شابة محتاجين وعايزين يبقى عندهم فرصة للتطوع نحن شغالين على مبادرة التعلم للكسب بجانب مبادرة التطوع هي مبادرة الهدف منها الوصول أكبر عدد من الشباب المصري وممكن الشباب في العالم العربي وحتى العالمي وتهدف إلى أن نساعد الشباب دي بمهارات أو بمستوى تعلم معين المهارات دي تساعدهم أن هم يلاقوا فرص أحسن في سوق العمل أن هم يوصلوا لمستوى أعلى أن يبقى فيه جزء ريادة أعمال ويبقى عندهم البزنس أو المشاريع بتاعتهم الورشة شهدت حضورا كبيرا من الشباب وممثلين عن المؤسسات المختلفة الذين أشادوا بأهمية هذه الورشة في تأهيلهم لسوق العمل ومناقشة الأفكار المختلفة الخاصة بالتطوع ودمجهم في عمل المؤسسات التطوعية المختلفة إحنا عندنا فجوة كبيرة موجودة ما بين سوق العمل وما بين الشباب إيه اللي هيحل مكان الفجوة دي إن إحنا يبقى عندنا شركات وتعاونات ما بين منظمات المجتمع المدني ما بين القطاع الخاص ما بين القطاع العام عشان نقلل الفجوة دي الحاجة في المجتمع النهاردة أو منطقنا العربية والشرق الأوسط فيه فعلا مشكلة وفجوة كبيرة جدا بين سوق العمل ومتطلبات سوق العمل والمؤهلات المؤهلات اللي الشباب النهاردة يعني بيحصلوا عليها أو المهارات حيث فيه فجوة كبيرة جدا من اللي سوق العمل طلبه وبين المهارات الموجودة عند الشباب وده اللي خلقنا نفكر كلنا إزاي نقدر نحلل التحدي ده ونفكر مع بعض ونحط يعني مزيد من الخطط وتصورات والأفكار احنا كشركة انطلاق نقدر ندعم في جزء تدريبات ريادة الأعمال لان احنا شايفين ان الشباب لازم يمعندهم وعي بأساسيات ريادة الأعمال ولازم يحصل capacity building للشباب فده جزء الجزء التاني هو جزء الدمج ما بين التطوع والتدريب للشباب فيه برامج كتير بتهدام نهاية ضرب الشباب وتعلمهم بس ما بتوصلش بعد كده نهاية تدخلهم سوء العمل هي بتضربه وخلاص على كده لكن الهدف من المبادرة هي تفعل الجاب لما بين احتياجات سوء العمل والتدريب للشباب وجودنا هنا عشان ندعم أفكار التطوع بالنسبة للشباب نعرف ايه الحافز وايه اللي انا اقدر اكون موجود معايا يعرف الفاليو اللي هتتضفله اعرف الحافز اللي انا اقدر اوصله له لشباب صغير من اول 18 سنة ازاي يقدر يكون موجود معايا ازاي في فترة الجماعات او مثلا لو في المدارس كمان يقدر انه يتطوع معايا كل دي انا النهاردة موجود في المبادرة هنا عشان ادرس حاجة زي دي هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات عديدة تقوم على تنمية مهارات الشباب ودعم رواد الاعمال بالتعاون مع منظمات ومؤسسات محلية ودولية منها ما يتعلق بسوق العمل وتطوير الصناعة وتمويل المشروعات الصناعية المختلفة محمود جميل التلفزيون المصري تتواصل فعليات مهرجان قلعت صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورتها الحدية والسلسين والتي تنظمها دار الاوبرا المصرية شهد اليوم السالس من فعليات المهرجان اقبالا كبيرا من الجمهور من عشاق الفن الاصيل الذي يحرص على حضور ومتابعة الحفلات ليلة ثالثة من الطرب والابداع شهدتها قلعة صلاح الدين ضمن فعليات الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان محكى القلعة الذي يضم كوكبة كبيرة من نجوم الغناء والطرب الاصيل حيث تفعل الجمهور بشكل كبير مع الاجواء الساحرة للمكان لا بصراحة ما شاء الله منظمة جدا حفلة استنازي جدا غير كل سنة ان انا على طول باجي حفل تاني شاكر وزارة الثقافة ان النهاردة قدرت توصل للمواطن اللي بيتمنى يشوف الفنان اللي بيحبه انا اول مرة احضر المهرجان مهرجان محكى القلعة طبعا بس مش اول مرة ايجي القلعة بس المهرجان بصراحة اول مرة ان انا احضر طبعا الاجواء جميلة جدا والهواء هو ظاهر يعني والتنظيم حلو جدا بصراحة من اول تحت البوابات لحد هنا وفيه طبعا بساطة وصلتنا لحد هنا الليلة الثالثة كانت ليلة موسيقية مبهرة امتزج فيها تاريخ والفن تحت سماء مصر الصافية حيث احتضنت جدران القلعة التاريخية الحان الفن المعاصر ونغماته واصوات فناني وسط حضور جماهري كبير الاجواء حلوة جدا والانوار والديكور والتنظيم يعني كل حاجة بصراحة ماشية بنظام فحلوة جدا وتشجع الناس ان يتيجي تحضرها كل يوم حتى المهرجان بصراحة اكتر من رائع والتنظيم كل سنة بيبقى احسن واحسن من قبلها صراحة جميلة جدا جدا يعني وتنظيم رائع يعني التنظيم رائع ونشكر وزارة الثقافة يعني التنظيم صراحة تنظيم رائع جدا مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء من التظاهرات الفنية الراسخة واحد اهم المحافل التي تنظمها وزارة الثقافة ومنذ ميلاده عام 1990 نجح في تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفني والغنائي الراقي احمد الحسيني التلفزيون المصري للمزيد حول فعاليات الليلة الرابعة من مهرجان القاهرة او مهرجان القلعة عفواً الموسيقى والغناء يطلعنا عليها مراسل تلفزيون المصري احمد الحسيني اليك احمد نحييكم في الليلة الرابعة من ليالي فعاليات مهرجان محدى القلعة كان الجمهور في هذه الليلة الرابعة على موعد مع الفنانة سيمون التي بدأت الحفل في تمام الساعة الثامنة واشعلت الاجواء بشكل كبير الجمهور ايضا على موعد ولقاء مع الفنان هشام عباس وفرقاته الموسيقية وقد بدأ توفد الجمهور في تمام الساعة السادسة مساءا مع فتح ابواب الحفلة امام الجمهور وهناك تنظيم كبير من قبل القائمين على هذه الفعاليات فعاليات مهرجان محكى القلعة بداية من توفير سيارات مجهزة لنقل الجمهور من البوابات الخارجية لقلعة صلاح الدين حتى هنا داخل المسرح محكى القلعة وتم ايضا توفير نحو 5000 مقعد للجمهور بالاضافة الى شاشات عرض لنقل الاجواء الفنانة سيمونو هي تنقل وتشعل الاجواء هنا في قلعة صلاح الدين في محكى القلعة يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير الذي جاء وكان حريصا على حضور هذه الحفلات وهذا الفن الراقي وهذه الحفلات التي تتواصل حتى السابع من ستمبر القادم بإذن الله نتحدث عن 14 الليلة وقام فيها أكثر من 45 حفلة غنائية سواء هنا على مصرح الداخلي أو يوجد أيضا مصرح خارجي يتم تقديم فيه مجموعة من الحفلات والعروض الإبداعية حيث الدكتور خالد داغر رئيس المهرجان ورئيس زر الأفرة المصرية كان قد صرح أن فعاليات الدورة الحادي والثلاثين من هاد المهرجان مقدم نمازج إبداعية بالإضافة إلى أن يشارك عدد كبير من نجوم ومطربي الفنانين العرب والوطن العربي من بينهم الفنانة أيضا الفنانة التونسية غالية التي سوف ينتظرها الجمهور بشكل كبير الآن تتواصل الفنانة سيمون في تقديم حفلاتها الحنائية وبعدها يصعد على المصرح الفنان هشام عباس الذي أيضا توافد له الكثير من الجمهور من محبي هذا اللون وهذا النوع من الموسيقى والغناء إليكم زملائي في السنة قام عدد من خارجي برنامج فاليو لتدريب الطلاب بتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بزيارة ميدانية في قرية الأحراز بمحافظة القليوبية شملت الزيارة استعراض نسب الإنجاز والعائد من المشروعات الخدمية والبيلنية التحتية في القرية ومن بينها مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي والوحدة البيطرية والإسعاف والمركز الطبي والمدرسة تواصل القافلة العلاجية في قرية أدندان التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان أعمالها لليوم الثاني على التوالي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقد تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجال لستمائة وتسعة وثمانين شخصا حيث تضمنت القافلة عشرة تخصصات مختلفة إضافة لمعملاء الدم والطفيليات والأشعة العادية وتضمنت القافلة والتسقيف الطبي للسيدات ورجال القرية حول الأمراض المزمنة التي تتعلق بالضغط والسكر والاعتلال الكلوي والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة القافلة الطبية عبارة على المستشفى معينان المتنقل نضم عشرة تخصصات طبية مختلفة معانا خدمة الأشعة العادية معانا خدمة الأشعة التلفزيونية معانا خدمة المعمل الدم ومعمل التفايليات معانا صيدلية فيها أكثر 130 صنف بالمجان بيتم توقيع كشف الطبي على السادة المواطنين في التخصص المطلوب من قبل الدكتور الأخصصية والاستشاري في كل تخصص لو محتاج علاج دوايا محتاج أشعة محتاج تحليل بيتم عمله بالمجان لو إذا كان من أصحاب الأمراض المزمنة أو إذا كان يحتاج رعاية سنوية تدخل جراحي أو أشعة مقطعية أو منظار أو أشعة رانين بيتم توجيهه لأرى بمستشفى تابعة المدينة الشرون الصحية بنستكمل بها إلى إجراءات في المستشفى وبنستسدر قرار علاجة عن نفقة الدولة لحصول على علاج الشهر إذا كان من أصحاب الأمراض المزمنة أو الحصول على العملية الجراحية المطلوبة أو الأشعة المطلوبة نظمت مدرية الصحة بالمينيا قفلة طبية علاجية مجانية في قرية البهنسة بمركز بني مزار ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمت القفلة العديدة من التخصصات الطبية تأتي هذه القوافل ضمن الجهود التي تبدلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المينيا نقيم قفلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة برعاية سيدة الرئيس في مركز بني مزار قرية البهنسة القفلة بتضم أكتر من 11 تخصص عندنا أطفال، رمض، نيسة، أنفوق أذن، تنظيم أسرة، جراحة، بطنة، جلدية كمان عندنا خدمات زي الأشعة معانا جهاز أشعة ومعانا معمل طفايليات ومعمل الدم فيه سيدلية بتصرف الدبا وكل ده بيحصل مجاني من أول صرف التذكرة لغاية صرف العلاج في آخر خطوة والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة أخبار المال والأعمال مع محمد عبدالله إليك محمد شكرا محمد وشكرا نهاية إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا أهلا بكم انعقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية أعمال اللجنة الاقتصادية للمجلس قضية والاجتماعية العربية للتحضير لاجتماعات الدورة المائة والثانية عشرة للمجلس على المستوى الوزري المقرر عقدها الخميسة المقبل ونقشت اللجنة التي تنعقد برئاسة اليمن برودة مشروع جدول أعمال الدورة وفي مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات المجلس في دورته السابقة ورشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية المقرر عقده في مملكة البحرين الفين واربعة وعشرين إلى جانب بحث عدد من الجانب الاقتصادية الأخرى تقرر مد فترة الإكوزيون الصيفية للثلاثين من سبتمبر بدلا من السادس من الشهر نفسه مع ضرورة ثمن السلع الإعلان عن المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به السلع خلال الشهر السابق على التصفية ووصل عدد المحل المشاركة في الإكوزيون إلى ألف وسبعمائة وعشرين محلا تجاريا متنوعا ما بين أدوات منزلية وملابس ومنتجات جلدية هذا وتصم التخفضات الموجودة بالإكوزيون في زيادة القوة الشرائية للمواطنين بشراء أكثر من منتج وتساعد التجار على عرض كل بضاعاتهم الموجودة لديهم إلى مؤشرات البورصة المصرية حيث أنهى التعاملات الجلسة اليوم بارتفاع جمعي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب بينما مال التعاملات المصريين والعرب للباية وسط دولات تجاوزت 2 مليار وستمائة مليون جنيه لأربح رأس المال السوقي أربعة مليارات جنيه وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 37 من المائة بالمائة ليصل إلى 18584 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 36 من المائة بالمائة ليصل إلى 3754 نقطة وصعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوية الأوزان بنسبة 22 من المائة بالمائة ليصل إلى 5517 نقطة في أسواق البترول العالمية ترجعت الانطفيف بعد أن اتخذت الصين خطوات لدعم اقتصادها المتعثر على الرغم من أن المستثمرين ما زالوا قلقين إذا أواترت النمو وكذلك من ارتفاعات جديدة محتملة لأسعار الفائدة الأمريكية وترجع خام برينت بنسبة 2 من 10 بيئة المائة ليصل إلى 84 دولار و33 سنة للبرميل كما سجل خام غرب تيكسس الوسيط الأمريكي 79 دولار و88 سنة للبرميل مرتفعا بنسبة 3 من 10 بيئة المائة وفي المقابل انخفضت أسعار المزودة عالميا بنسبة 6 من 10 بيئة المائة لتصل إلى 3 دولارات و19 سنة للتر وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4 من 10 بيئة المائة بالمائة لتصل إلى دولارين و68 سنة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ترجع حجم المعروض النقدية في منطقة التعامل بيليورو بنسبة 4 من 10 بالمائة على أساس سنوية في شهر يوليو الماضي وذلك للمرة الأولى منذ 13 عاما وأوضحت صحيفة فانينشال تايمز أن هذا التراجع من شأنه عمليا الحد من مستويات التضخم في أسواق الاتحاد الأوروبي وما يطرح تساؤلات حول احتمالات اللجوء إلى رفع الفائدة في المصارف الأوروبية على المدى المنظور ووقف مسلسل رفع الفائدة الذي بدأ في المصارف الأوروبية منذ يوليو 2022 تخطط النمسا لتعديل ضريبة الأرباح المفاجئة على شركات النفط والغاز وذلك في إطار جهودها لاحتواء الاستياء العام من أرباح الشركات المتزايدة في وقت ترتفع فيه التكاليف المعيشة وذكرت الحكومة النمساوية في بيان اللغة أن الضريبة التي تشمل 40% من صاف الدخل الإضافي ستطبق على الأرباح التي تتجاوز متوسط ما قبل أزمة الطاقة من 2018 إلى 2021 ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تضع فيه أحزاب المعرضة ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم في صلب جدول أعمال السياسة قبل عام تقريبا من موعد الانتخابات العامة في النمسا نهاية أخبار اقتصاد أعود من جديد إلى هبة ومحمد شكرا لك محمد علقت وكالة الفضاء الياباني عملية الإطلاق التي كانت مقررة اليوم لصاروخ كان سيحمل مركبة للهبوط على القمر وذكرت الشركة المسؤولة عن العملية أن عملية الإطلاق ألغيت قبل 24 دقيقة من الموعد المقرر لها حيث كانت ظروف الرياح غير مواتية وفي حال نجاحها ستكون اليابان الدولة الخامسة بعد الاتحاد السوريتي السابق والولايات المتحدة والصين والهند التي تهبط بمركبة على سطح القمر ونتحول إلى أخبار الرياضة بمنافساتها المختلفة بقى من أخبار الرياضة والملاعب بصحبة محمد عبدالله مرة أخرى إليك محمد شكرا نهايبة وشكرا محمد إلى أخبار الرياضة محليا وعربيا وعالميا يلتقى المنتخب الوطني لكرة السلة مع نظره المكسيكي غدا في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة من كأس العالم المقامة في الفلبين وإندونيسيا واليابان يحتل منتخب السلة المركز الثالث في المجموعة الرابعة بعد نهاية الجولة الثانية متفوقا بفرق الأهداف عن متخب المكسيك صاحب المركز الرابع وصلت تابعة فتنادي الأهلي إلى النمسا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد اعتبارا من السادس من الاثنين السادس من سبتمبر المقبل واستقر الجهاز الفني للأهلي بقادة المدير الفنية السويسرية مارسيل كولر على خوض أولى مباراة الفريق الودية في معسكر النمسا أمام فريق مورفريك النمسوي يوم الأربعاء المقبل أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تشخيص الإصابة التي يعاني منها الجناح البرازيلية فينيسيوس جونيور وأوضح ريال مدريد أن جونيور يعاني من إصابة في عضلة الفقد اليمنى لكن لم يكشف النادي عن مدة غياب اللعب البرازيلية عن مباريات الفريق إلا أن صحيفة ماركا الإسبانية ذكرت أن فينوس سيغيب عن ريال مدريد لمدة سبتة أسابيع مقبلة ذكرت تعتقد صحفية أن نادي برشلون الإسباني حسم صفقة التعاقد مع ظاهر نادي مانشستر سيتي جواو كانسيالو وقال الصحفي المتخصص في شؤون انتقالات اللاعبين الإيطالية فابريزيو رومانو أن برشلونة ومانشستر سيتي توصل لاتفاق على إتمام الصفقة على أن ينتقل اللاعب إلى الفريق الإسباني على سبيل الأعارة لمدة موسم مع خير الشراء حيث سيسافر كانسيالو إلى برشلونة خلال ساعات وسيتم بعدها الإعلان عن الصفقة رسميا نهاية أخبار رياضة عضب جديد إلى هبة ومحمد أشكرك بك انطلقت فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مؤسسة راعي مصر تحت مضلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وذلك في الوحدة الصحية بقرية رأس الحكمة بمحافظة مطروح ضمت القافلة خمسة خصوصات طبية هي البطنة والعظام والأطفال والجلدية والرامد لتقديم الخدمات الطبية للأهلي بالمجان وتخفيف العبئة عليهم دينا أكثر من 21 عربية في كل محافظات الجمهورية من أول الأسكندرية لغاية أسوان منتشرين في كل الكرة للإتمئنين على صحة أهلينا الأكثر احتياجا اللي محتاجين للخدمة الصحية اللي نقدر فعلا نوفرها لهم من خلال العلاج المجاني ومن خلال الخدمة المجانية اللي إحنا بنقدر نقدمها لهم كمؤسسة راعي مصر نتمنى إن شاء الله قافلة دي تتكرر مرة ثانية ونشكر سيادة الرئيس سيادة الرئيس الجمهورية مصر العربية الحمد لله الذي يعيش من علينا وارزقنا بالقافلة الطبية هذه لرأس الحكمة صراحة بنشكر الدولة أن هي بتهتم بالناس وبتهتم بأولادنا وأطفالنا وتوفر لهم المساعدات في الأماكن الصحراوية اللي زي دي أنا جيت كشفت في القافلة الطبية والقافلة الطبية قدمت خدمة بشكل مجاني للأهالي شكرا للدولة والرئيس السيسي على اهتمامه بابناء الصحراء الغربية والآن مع أخبار الطقس يستعرضها لنا في وقفة أخيرة من نشرة التاسعة محمد عبد الله من جديد إليت محمد شكرا محمد وشكرا نهبة إلى أخبار حوالي الطقس وأبرزقات الحرم توقع غدا إن شاء الله يتوقع خبرها هيئة الأرصاد الجوية أن سود غدا الثلاثاء تقصن حار رطب نهارا على القاهرة القبرى والوجهة البحرية والسوحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد بينما سود ليلا تقصن معتدر الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ماء للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظاتي ومدن الجمهورية العظمى والصغرى القاهرة 35-25 الإسكندرية 32-24 مطروح 31-24 بورسعيد 32-25 الإسماعيلية 36-24 وإلى سويس 35-24 العريش 32-24 طابة 36-26 شرم الشيخ 38-30 الغردقة 39-31 وإلى الأقصر 40-28 أسوان 42-29 الوادي الجديد 41-26 شلاتين 39-31 حلايب 35-29 والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة